لبنان تستيقظ على هول الفاجعة المشهد يوحي بأن زلزالا ضرب مدينة بيروت فالخسائر المادية فادحة وتقدر بمليارات الدولارات أما البشرية فحدث ولا حرج السلطات اللبنانية أحصت في هذا الصباح عشرات القتلى وألاف الجرحة مع توقعات بارتفاع الحصيلة رجال الإنقاذ اللبنانيون أمضوا ليلتهم وسط الحطام بحثا عن ناجين من الانفجار القوي الذي هز بيروت وشباه بعض اللبنانيون بتشيرنوبل وأخرون بكارثتي هيروشيما ونجازاكي كارثة بيروت التي دمرت ميناء العاصمة ومحيطه قسم الظهر لبنان التي تعاني من أوضاع صعبة على كافة المستويات وكان الانفجار الذي وقع يوم الثلتاء في مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار هو الأقوى منذ أعوام في البلاد وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن 2750 طن من نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة لبناني بيروت مدينة منكوبة كما أوصى مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين خلال اجتماعه المخصص لتداعيات الحادث الذي قلب مواجع الحرب الأهلية التي عاشها اللبنانيون قبل عقود ترجمة نانسي قنقر